مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الموريطاني أكدت بما لا يدعو مجالا للشك أن بيت الخضر أصبح مرتعا لتجوزات غير مسؤولة ولا أخلاقية تسيء للمنتخب الوطني قبل اللاعبين الاستهتار بالمنافس لم يقتصر فقط في مباراة الخضر أمام موريطانيا على اللاعبين الذين شاركوا في المباراة بدليل الوجه الباهث الذي ظهر به أشبال المدرب البلجيكي جورج ليكانز وإنما تعده إلى اللاعبين الاحتياطيين الذين فضل البلجيكي إرحتهم أمثال سليمان إبراهيم بولحي ورياض محرز والتي رصدتهم كاميرات المصورين وهم على دكة البدلاء يلهون ويلعبون بهواتفهم الدكية قبل وأثناء المباراة غير مبالين بمجرايات اللقاء وهو ما جعل الانتقادات تنهال على اللاعبين من طرف الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حادثة أكيد أنها لن تمر مرور الكرام على الشارع الكراوي الجزائري في حال إخفاق زملاء بنجاح في دورة القابون إذن بيت الخضر يوجد على كاف عفريت بسبب التجوزات العديدة والخطيرة التي أصبح يقوم بها لاعبها الخضر تضاف إلى سلسلة النتائج السلبية التي بات يحصدها المنتخب الوطني ليبقى الحاجر وراوة أمام أصعب اختبار بإعادة الأمور لسكة صحيحة أو ترك الأمور على حالها وتطورها إلى ما لا يحمد عقباها